يعني على رأيي الشاعر الكبير أحمد شوقي لما قال وكن رجلا إذا أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر بعض الرجال بيمروا بأثر كبير وعميق النهاردة وفات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واحدة من الأحداث التي لم تمر بسهولة على أي خليني أقول لحضراتكم مش بس مواطن في دولة الإمارات الشقيقة لكن على أي مواطن في الوطن العربي وأعتقد أنه هذا الرجل أثره ممتد وسمعت ما قدمه وما قدمته دولة الإمارات في عهده للعالم كله ومحن مش بنبالغ ولا بنجامل لما بنقول أنه فقد حقيقي كبير النهاردة لأنه أي متابع وأي مهتم مش بس بالمحبة والود المتبادل ما بين مصر ودولة الإمارات اللي هي دايما إحنا كده نقول الدولة الصديقة الدولة الشقيقة مش بس بمقيس الود لكن بمقيس الإعجاب والإمبهار بهذه التجربة زمان أهلين كده هتلاقيهم كانوا دايما يقولوا آه شيخ زايد من المصريين كانوا يحبوا الشيخ زايد حب حقيقي حقيقي وخالص والشيخ زايد إحنا هنا في مصر أماكن كتيرة مسامية على اسم الشيخ زايد نظرا لأثره الكبير وتعاونه الكبير مع الدولة المصرية منذ يعني قيام وسعود دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد واحد من الرجال الذين أكملوا المسيرة بنجاح منقطع النظير وحاجة من القصص المبهرة جدا هي فكرة امتداد النجاح وازدهار النجاح ودايما لما تقول أنه حد استلم دولة في أثناء قيامها وسعودها ونشأتها ثم مصارت إلى مصارت عليه فبيبقى احترامك لهذا الرجل وتقديرك للدور اللي قدمه وتقديرك للعلاقات العميقة اللي حصلت ما بين بلدك وما بين الإمارات في هذه الفترة بيبقى ممتزك بإعجاب شديد لهذه الشخصية الحقيقة النهاردة كانت جنازة مهيبة زي ما قالت وكالة أنباء الإمارات أنه شيخ محمد بن زايد النهيان حاكم أبو ظبي والشيوخ أدوا صلاة الجنازة على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد النهيان الذي وافته المنية اليوم الجمع اشتركوا في القناة